السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد سنشارك معكم طريقتي في تحضير الضوارة الضوارة ديالعيد الكبير نتمنى انكم دوستوا عيد مبارك عليكم وعلى الامة الاسلامية كاملة يكون داز عندكم عيد سعيد ولقيت الضوارة ديالكم تكون مزيانة وزوينة كيفما انا لقيتها سنشارك معكم طريقة تحضير ديالها بالنسبة النارية وعدنا الكرشة طريقة ديالتحضير ديالي انا اول حاجة ندير هي نغلي الماء احتياج الماء المغلي اللي غالدين نوريكم كيفاش انا كنحضر فيه الدوارة كيفاش نخسلها فيه وكيفاش ننضفها غنحalnız المقص اللي غالدين قطع الدوارة كالي الناس اللي كي يخدوها كفيما هي هكاك وكي وضعوها في الماء المغلي انا اللي كنفضل انا نقطع مرسوا بمرسوا هكذا كنكون متأكدة انني نضفتها مزيان يعني كن نقطع المرسوا اللي غالدين نخدم به اللي غالدين نضفهughا إذا لقيت هكذا كرشات اللي كيكونوا هكا مزيرين كنحاول أنني نفرقهم وكنوضع المرسل اللي قطعت في الماء المغلي الماء المغلي اللي مدة دقيقتين يعني يجوش دقيق كافية أنكي من بعد ما تنضفين الدوارة كانت حكم أنكم ما تخليوهاش مدة طويلة يعني توضعوا الكرشة في الماء المغلي وتمشي وتقضيوشي حاجة ولا تخلي واحد ساعة ولا ساعتين اللي من بعد غتلقوها قصا حيث ما بقى فيها مي ميت نقع هانتو ما شفتوا مدة دقيقتين غي انفوها اصطها في ذاك الماء هزيتها وكن مبدأ نضف فيها كتزول دوك الهدا بسهولة وكنتنضف معي بواحد طريقة سليسة الصراحة بالنسبة خصوصا الخروف الاستردية يعني لما تدرتيش ليها الطريقة ما يمكنش أنكي تنضف اليه الكرشة ديالي اه كنت نضفها هكا كيف مكتلكم انا كنت ندير المرسوم بمرسوم هانتو ما شفتوا طريقة سهلة وبسيطة كنت نضف معي بسهولة ومن بعد كنوضعها في الماء اللي نقيها كنفركها شوية بيديها باش كنزول ذاك البقايا اللي بقوا في الجناب هانتو ما كيف مكتو معي كتولي ببيضة تبارك الله وغزالة ونقيها ومهم غالي تتبعوا معي المراحل كاملها حتى نكملو الدوارة ديالنا كامل هون وريكم طريقة بمراحلها كاملين هانتو ما كيف مكتو معيا كتكون بيضة ونقية من بعد انا غن ناخد المرسوم الاخر اللي بقى غالي نبقى اناني شتو كيف مكتو كتكون دكتاكا رجاج انا كنحاول نجبدها باش يتحلوا معي هانتو ما شتو باش تحل معي تحل الدوارة مزيان تحلوا الجناب ديالها هانتو ما كيف مكتو كنحلها مزيان من بعد كنعود نقطع المرسوم الاخر اللي غادي ننظف المقص يجيني سهل صراحة وإلا بغيتو كين الناس اللي كيستعملوا الموس يعني وإلا كاللي عاونكم علش الله إلا ما كينش لي عاونكم را كننضفها أنا بوحدتي بهذه الطريقة كنش سهلة وبسيطة بنفس الطريقة كنديرها في الماء طيب ويجوش دقائق وصافي كنهزها من داك الماء المغلي وكان عاود تاني ننضفها بنفس الطريقة هانسوما غني نهزها بهذه الفورشات ومن بعد غني نحطها فوق البلاطو ديالي وغالي ننضفها بالموس هانسوما كيف ما شفتوا معايا كيتزولوا دك الشوائب اللي فيها ودك الشي اللي لسك فيها بكل سهولة وما كتعدبنيش بالنسبة للطريقة تنضيف هذه زي ما الصراحة مضمونا مئة في المائة وكيف ما اكتلكم كيني الناس اللي كيديروها كلها كي يغطسوها كلها في الماء انا الصراحة كتعدبني هكاك شوية لانا كتاخد شوية دلواقش وخاص كي كل مرة تغطسيها في الماء انا هكاك نقطع كلها مرصوب بوحديتو وكان مبقا انا ننضفها وانا متأكداء نحيد لي هاداك شي كل اللي فيها وفي نفس الوقت كنكون مرتاحة من ناحية ديال الخدمة يعني ما كتعدبنيش غالين نضيفها في الماء نضيف يعني غالين نغطسها تاني في الماء نضيف حتى نحن نزول دك شوائب اللي لاسقين فيها شوية صافي ومن بعد كنحطها وغالين بدأ من بعد غالين نقطعها غالين نستمر حتى كنكمل الكرشة ديالي كاملها بالنسبة للكرشة اللي كتكون هاكا ملاسقة مع بعض ومن بعد كننغسلها في الماء نقيم وفي نفس الوقت كنقطع ذاك ذاك شح ماكو لها غاي بيديها في ازا ما الصراحة ما كتبتاشيش انكي ما كتبوحلكش ومن نفس طريقة كيفما كنت لكم غالين نستمر حتى نكمل المرصوية كاملين ونضغطسهم في الماء طايب ونحيد لي هم ذاكو الزوائد اللي فيهم اللي كتكون لسقاتة كننضيف في الكرشة ديالي مزيان ومن بعد كننغسلها في الماء نقيم وفي نفس الوقت بهالطريقة كنكون كننضفت تقريبا الكرشة بهالطريقة كلها يعني هاكي فيما مشتو هاد الشحمالي كتكون لسقا من الداخل كيكون ضروري لسقا عليها شوية الغبار تهية كننضفها بنفس الطريقة كننحيدة وكننحيدة داك كل شي داك الزوائد اللي لسقين فيها ومن بعد كنديرها في الماء طايب وغادي نجبدها كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نضفها حتى هي بالموس كنكرتها كامل هاتك يحيد من هادك شي كله تحتك ترجع بيضا وكتكون زي ما الصراحة طريقة سهلة وبسيطة وزي ما ما كتمحنك محت حاجة وكتجي لديدة يلا جي جي بغي جي طيبها يعني كتجي لديدة وما كتحشمش بيك صراحة طريقة ما كتجي لدينات اللي كيغسلوها بالتيد كيغسلوها بزاك تلحويش انا ما كنحن زي ما صار حما كنفضلش انا نغسلها بالمنظفات يعني كننفضل غير بها الطريقة كنغسلها مزيان كننضفها مزيان تكنكن متأكدة انه وحيد من هادوك شوائب كامل ها كنغسلها وكنننفركها مزيان في الماء النقي ومن بعد صافي كنستمر ها كده كتكنكنكمل ديك التقليه ديك الكرشدية لي كونها سمحوا لي اتى كنكملها كاملها بنفس بنفس السيستام يعني كم قام ستا مرة وكننضفها في الماء ها كده كنكملها كاملها بالنسبة من نسبة الطريقة سهلة وبسيطة كيف ما شفتوا معايا هاني شلتهم كاملين من بعد غني نقطع كيف ما شفتو غني نقطع بالمقص اي اذا كنت بوحديتكم او لا معكم شي احد يعاونكم زي ما كتجي طريقة سهلة خصوصا بالمقص كالناس يستعملون مستهوم زيان يعني صراحة ولكني لقيتو اللي يعاونكم بحال هاكا انا غني نشد مع الوالدة دي لي كتجي طريقة سهل يعني اللي شد معكم كتجي طريقة سهل واللي كان بوحديتو ما عندوش اللي يعاونه اه صراحة المقص كيكون عمالي ضغيات كي يسر بيليك ضغيات ما كيوحلكش اما بالموس يعني خاص كتشد طرف بطرف وتبقيك تقطعي هاكا كتجي وصراحة الكرشة كتبغي العوين كتبغي اللي يعاونك في التقطع اه يعني ضروري شي حدي يشد معاك باش تقطعيها كاملها غنستمر انا يا قتك نقطع الكرشة دي لي كاملها من بعد ما نضفتها وغسلتها مزيان اه غني نوريكم كين واحد الموصول لي كيكون فيها من غير هاديك الكرشة اللي شدوا معايا بقيت كنحلها وذك شي كين هاد شكل ديال الكرشة تهي اللي كتكون مع الضوارة حتى هي كنضفها بنفس طريقة كان اول حاجة كنحيد دوك شو حوم لي كيكونوا لاصقين عليها حي ضروري ما كتلقوا لاصقين عليهم الغبار هان ثم شوشتوها معايا كيفاش كتكون كنضف الشحمة كلها لي كتكون لداخل ديال الكرشة كنحيدها لان من قبل انا را غسلتها يعني كيف ما كنخرجها من الحاولي ضروري ما كتغسلوها بالماء وكتحاولوا عليها باش ان الغبار ما يقيصهاش باش ما حاولتوا عليها باش ما كتبقى معاكم من ضيفة لان باش الى تقصب الغبار كيبقى لاصق عليها ما كتبغيش يحيد خصوصا من الداخل لمن الداخل ولا من خارج الصراحة المهم انا يا هانا غاني نوريكم طريقة ديال تحضير هاد النوع النوع الثاني اللي كيبقى هانتو مشتوها من الداخل را هنضيفة را غسلتها مزيان بالماء ولكن حتى هي بنفس طريقة غاني نديرها في الماء طيب غاني نخليها بالنسبة للماء الى برد اللي كوم الماء عاودوا سخنوه عاودوا سخنوه عاودوا سخنوه وعاودوا سخنوه عاودوا بنفس طريقة وكرتوها مزيان كنكرتها هالي مزيان واصلا هي كتكون لازيجة هكا يعني ضغية كتمشي معاك ومن نسبة ذاك المرسول اللي كيكون لازق معها اللي كيكون هاكا كفيه دوكتينيات وذاك شي بينما نضفتو طبيعة لحظة نضفتو مزيان وغسلتو من دوك شوائبي لكن شي حاجة لازقا كنزولها وحتى هو بنفس طريقة كنبقى نحل وكنكرت كنحل وكنكرت تكنكرتو كولوك تكن نزول من نقاع دك شي اللي لازق عليه هانتو ما كيف ماشوشوا معايا كنبقى نحل هكدا وكنزولو تكننضفوه مزيان وبهالطريقة كتكونو انكم نضفتو الكرشة دي لكم حتى هي كنشدها وكننغسل نوضعها في ماء نضيف وكننغسلها مزيان كنحاول ندوزها بنيد دي باش نغسلها الى كانت شي حاجة ما زال لازقا عليها صافي من بعد حتى هي غادي نقطعها بنفس طريقة غا نضيف هالكرشة اللولة اللي نضفت غادي نقطعها بنفس طريقة وهكدا غادي تكونو انكم نضفتو الكرشة دي لكم كاملها يعني طريقة بسيطة وسهلة وفي متناول جميع خصوصا الناس اللي يالله مزوجين البنية اللي يالله مزوجين مبتدئات مع ممارها عرفات كيفاش كتديل الضوارة ها هي الطريقة بالمراحل كاملها بالنسبة للريا ده با كيف ماشوشوا معايا راه الدوار كلها غسلتها ونضفتها وقطعتها غادي ناخد الريا غادي نزول القلب بهالطريقة شتو كتحيدو لي ذاك الغشاء الفقاني ومن بعد كتقطعو القلب من جدر ديالو اللي كيكون لاصق مع الريا كنقطعو بهالطريقة كنزولو كاملو غادي نحل القلب اللي الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يستعملوه غادي نحلو من الوسط ديالو بهالشكل ومن بعد راه غادي نشللو غا نشللو مزيار كنحاولو انا نو نخرجوه باش دك الدم اللي كيكون لاصق تجمدو لاصق ليه الداخل ضروري ما انك خاسك تغسليه بالنسبة للقلب راح ساهل يعني ساهل لا في طياب ديالو ولا في غسيلو ولا في مسائله كتكون ناضية من بعد ايلا بغيتو فيديو راني ادرت لكم على القلب طريقة ديال طياب ديالو كيفاش تحضروه كيفاش تغسله كيفاش تستعمله غادي تلقاوه في الفيديو الثاني اللي منموره هاد الفيديو بالنسبة لها الطريقة ديال تحضير ديال تقلية وديال تحضير ديال ديال دوارة كيفاش كالطيب هاد القرجوطة وهادو كننزولهم يعني ما كنس كي الناس اللي كيستعملوه انا الصراحة ما كنستعملوه مش تقلية كناخد غيل هادا الريا غادي نغسلها مزيان كيف ما شوشوها معايا لكتشكون عامرة بالدم وديكشي يعني خاسها تغسل مزيان تنظف في الماء اللي ينقيه غادينا غادي نوريكم كيفاش ننظفتها غادي نغسلها مزيان بهاد الشكل حتى تنظف معايا لانا كيكون نلصق لها الدم وديكشي ودوك الجعابي كيكون داخل فيهم الدم يعني كنحاول ننظفها بطريقة مزيانة ومن بعد غادي ننقيها كيني الناس اللي كي ياخدوا ذيك القرجوطة وكيديروا فيها الماء وكتعمر ذيك الريا بالماء ومن بعد كتعود تغسليها تغسليها تلك الطريقة زي ما الصراحة كتكون مزيانة غي انما هاد المرة ما استعملتها شليكم إلا بابغيتوها خلوها ليه في التعليق غادي نوريكم كيفاش أنك الريا كترضيها بيدا من الداخل يعني كتخويل ما فوسط القرجوطة وكتعمار كتنفخ ديك الريا ومن بعد كتعود تفشيها كتعود تبوم بها هكا وكيخرج ذيك الماء كتولي الريا صافية ما يكيبقى فيها يشدوك الدم لي مكبد من الداخل بها الطريقة أنا مني نغسلة الريا ديه بطريقة عادية يعني لأي وحدة اللي ما كتعرفش الغسيل يعني غي كتشلي لها مزيان كتزولي دك الدم لي كيكون مكبد هنا في الجوانب ومن بعد كتقطعها بطريقة عادية كتقطعها كاملها يشوء ضروري كتحتاج إحد لي عاونك يشد معاك لأن هي كتزلق يعني مني كتبغي تشديها كتزلق لك من جناب يعني ضروري إحد لي عاونك باش يشد معاك باش تقطعها كلها غني نستمر أنا في تقطع ديال الريا بالنسبة قبيلة راشفته أنه كانت عندي تطيحال الطيحال والقلب عندي فيديو خاص بهم الطريقة ديال تحضير ديالهم كيفاش صيبتهم كيفاش طيبتهم غتلقوهم من مورة هاد الفيديو هنا يا كيف ما اكتلكم أنا يشفتوا النظيمة للريا كتزلق لك من جنابي يعني ضروري شي حدي يشد معاك ضروري أنه يقطع معاك شي حد حتى لو بغيت تقطعها بوحديتك أنا من المرة أني كنكون بوحديتين كنقطعها بالمقص يعني المقص كي يجيني عملي وكي يجيني سهل أنني ضغية نقطعها في هذا الفيديو شاركت معاكم طريقة ديال تنظيف وتقطع الدوارة هادو هما المقادير باش غتلقوهم في الفيديو اللي من مورة هاد الفيديو غتلقو طريقة ديال تحضير المراحل ديالها كاملة ما بقاليا إلا نقول لكم سلام عليكم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله